بعد أن نصيب بنوبة قلبية حادة أثارت قلق متابعيه في المغرب والعالم ظهر الرابور العالمي من الأصل المغربي كاريم خربوش أو فرنش مونتانا بصحة جيدة وهو في أحد المصحات بالولايات المتحدة كما تبين صورة نشرها اليوم الجمعة بصفحته على الإستغرام وبدأ فرنش مونتانا وقفا قرب سريره بالمصحة وينزع من جسده من الجسات ترتبط بآلة قياس النبض وتبدو على عينيه بعد آثار العياء بالقرب من سريره الذي سيغادره قريبا ليعانق جمهوره في المغرب والولايات المتحدة وكان موقع تائم زيد المهتم بنشر تفاصيل حياة النجوم عبر العالم قد أكد أن كاريم خربوش الملقب بفرنش مونتانا أحس في بدي الأمر بآلة من حد على مستوى المعدة وغسيان قبل أن يحس بتسارع في ضربات القلب ما استدعى نقله إلى أحد المصحات الخاصة وأضاف الموقع أن فرنش مونتانا أجهد نفسه بالسفر خلال الأسبوعين الفاريطين ما تسبب في تدهور حالته الصحية مباشرة بعد أن أمضى عطلة قصيرة في المغرب رفقة وليدها اشتركوا في القناة